ولذلك حركة الرشاد حركة فقيرة نقولها صراحة يعني وإذلك أخواننا الجزائين أدعموا الحركة لأن الحركة الرشاد تعتمد عليكم أنتم وبمجهوداتكم الفردية لا نعتمد على أي طرف آخر حركة الرشاد حركة فقيرة ولو كنا ممن يأخذ الأموال أو يسعى في أخذها من عند الأجنبي ومن عند الجهات لا أصبحنا مليونيرات أقسم لكم لا أصبحنا مليونيرات ولا الحركة الآن رهي من أغنى الحركات لكن لا يمكن أن نحارب العصابات بتلقي الدعم من عند أي جهة رسمية أو غير رسمية حكومية أو غير حكومية نرفض ذلك النقطة الرابعة هنا أو نقطة أخرى في هذا المجال إذن نحن منذ البداية حاولنا قدر الإمكان أن نستجمع ما نستطيع من اشتراكات الأعضاء ومن بعض المتعاطفين في هذه القضية وكان نشأ ستيديو كما هو معلوم اللي كمنا نبثه عن طريق الأنترنت من اتداء من نوفمبر 2009 وكانت تجربة لنا كانت تجربة لنا كبث عبر الأنترنت لأنه ليس لدينا الإمكانيات المشكلة وين في الفلوس هذه حتى تكون أيضا أمور واضحة المشكلة الأساسية هي في فلوس ساتيليت وعنا بالمناسبة يعني ستيديو الآن عنا ثنين ستيديوات في بلدين والله العظيم ما كلفوا لاثنين قيمة كاميرا واحدة عند القنوات الكبيرة المهنية كاميرا واحدة التي تسوى مئة ألف دولار نحن أثثنا ونؤثث الآن في الستيديو الثاني بأقل من هذا المبلغ يعني ونقولها بصراحة وبكل شفافية ليس لدينا ما نخفيه نحن قاعدين نشروا في كاميرات سيجند هاند دوزيام ما وفي كاميرات من الإي بي ومن أماكن اللي تبيع تاعد دوزيام ما وفي كومبيوترات دوزيام ما اللي هي كما ربما كومبيوترات مختصة يعني وبأشياء نحاول ونشروها من الإي بي ومن الأماكن اللي فيها شوية رخص يعني السعب الخيسي لآخرها وبالتالي رأنا في الستيديو الثاني ولحد الآن لم يصل مبلغ مئة ألف دولار لأنه باختصار بسيط ما عندناش فلوس يعني يكون عندنا فلوس وكان شرينا كاميرات آخر طراز ووتوكيو وتمشي وحدها ويعني كاين تقنيات رفيع يعني هناك كاميرات الآن لتسوى خمسمائة ألف أنا دخلت عشرات ربما مئات استيديوات منتع القنوات وهناك كاميرات لتسوى نصف مليون دولار إذن هذه النقطة الأولى هو أنه استيديو الأول اللي موجود فيه عاصمة ما والستيديو الثاني اللي رأي تواجد فيه عاصمة أخرى وربما استيديو الثالث أيضا سنسعاله إن شاء الله عن قريب لحد الآن على الأقل استيديو الأول والثاني لم يكلفوا ولم يصل المبلغ لمية ألف دولار يعني أقل من سبعين ألف أورو الأمر الآخر إذن المشكلة الأساسية هي في قضية البث ولذلك تشاركنا مع جهات في إطار العصر اللي أنشئت من أجل مساعدة إلى حد ما يعني أو على الأقل تشارك بين أكثر من طرف من أجل البث والبث أيضا نقول لكم بصراحة البث منتع العصر كله ولذي مش أسرار نحن دائما عودنا الجزائريين وعودنا إخواننا تكونوا بكل شفافية المبلغ أيضا والله أقل من مئتي ألف أورو في السنة يعني أسمعنا بعض الناس بعض الأصدقاء بعض الإخوان بعض الناس يقولوا نص مليون دولار ومليون يورو واحد يقول مليون ما فيش كلها مئتين ألف ونحن عنا جزء منها لأننا شركة مع ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة طرف لا أدري كم طرف بمعنى أننا عنا مبلغ نشارك به ضمن هذا الساتيليت هذا باش تكون الأمور واضحة ودقيقة وسنكون دائما بأقصى شفافية ممكنة برغم أن ربما كان يقولك آه الخصومتاكم سيستفيدون من هذه المعلومات معني شغل خليم يستفيدونها عنا عندما نكون على حق وعندما نكون شفافية نحن حركة رشاد تؤمن واحدة من أكثر المبادئ انتاحة هي الاستقامة الأخلاقية والشفافية سنقول للجزائريين ولغير الجزائريين كل شيء بصدق وبصراحة وبشفافية ترجمة نانسي قنقر